مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو السريالية سأقوم بتقديم الأعمال الفنية للرسامين السرياليين وسيكون لدينا الوقت لأن نرسم بمفردنا في البداية علينا أن نعرف ما هي السريالية أليس كذلك؟ السريالية هي حركة فنية نشأت في فرنسا في عشرينيات القرن الماضي وهي تشير إلى السعي وراء عالم خارج العقلانية التفكير خارج ما هو معتاد عليه السريالية تعني تجاوز الواقع وبعبارات بسيطة تعني شيئا غير حقيقي اللوحة التي تراها الآن هي من عمل سولفاردو دالي الذي يمثل السريالية ومجرد النظر إليها يمكنك أن ترى أنها ليست واقعية أليس كذلك؟ سلاسة ساعات موضعة بأشكال مختلفة في أماكن مغفرة مثل الصحراء الشيء الأكثر غرابة هو أن الساعات في حالة واهية أي أنها موجودة مثل قطع من القماش تبدو كأنها لوحة غريبة عندما تنظر إليها للمرة الأولى لكنها عمل مصير للاهتمام يجعلك تفكر في أشياء مختلفة إذا وصلت النظر إليها هذه لوحة لريني ماغريت لقد رسمت هذا العمل من قبل عندما كنت في الكلية لذا فهي لوحة أنا أعتبر نفسي مرتبطة بها إنها غرفة لكن هناك شيء غريب ألا تعتقدوا هذا؟ أوقف الفيديو لمدة ثانية وأبحث عن الشيء الغريب ومن ثم أخبرني أولا ألا تشعر بك أنك تطفو في السماء؟ بسبب الخلفية المليئة بالنجوم والسماء من المفترض أن تكون الدعائم أصغر بكثير من الأساس لكن النسبة معكوسة هنا الزجاج والمباريات والأمشاط والفرش أكبر بكثير من السرير إنها لوحة فريدة ومسيرة للاهتمام ألا تعتقد هذا؟ على هذا النحو فإن اللوحات التي تبدو واقعية في الخلفية ولكنها ليست واقعية تسمى سريالية لقد فهمت الأمر الآن أليس كذلك؟ هذه اللوحة هي أيضا من عمل ريني موغريت إنها صورة بسيطة لكنها جميلة أليس كذلك؟ من الواضح أن الخلفية عبارة عن بحر ليلي وطائر كبير جدا يطير في السماء لا يظهر شكل الطائر لكن فقط صورة ظلية له وهو مليء بسماء بداخله ما الذي أراد الفنان التعبير عنه؟ ما هي أفكارك ومشاعرك عندما تنظر إلى هذه اللوحة؟ أطلق العنان لخيارك واجعل نفسك تشعر أثناء النظر إلى هذا العمل الفني ثم هذا أيضا بواسطة ريني موغريت للوهلة الأولى قد تعتقد أنها مخيفة بعض الشيء يفترض أن يسقط المطر من السماء ولكن ما هو؟ اليمين؟ الناس يسقطون أليس كذلك؟ إنه ليس شخصا يرتدي ملابس مختلفة فقط رجال يرتدون قبعات سوداء وبدلات سوداء ماذا كان يفكر الفنان عندما رسم هذا العمل؟ أعتقد أنه عمل غريب حقا ولكنه ممتع أيضا أمل أنه من خلال الأعمال التي أعرضها عليكم اليوم أن يمكنكم الحصول على مجموعة متنوعة من التخيلات في السماء دعونا نلقي نظرة على هذا وبالمثل أيضا فإن الخلفية عبارة عن منظر طبيعي عادي جدا ولكن ماذا يوجد في المنتصف؟ سحابة ملفتة على زجاج شفاف بدون الزجاج كنت أظن أن هناك فقط سحابة كبيرة جدا في السماء ولكن الغريب أن الزجاج ظهر باللون الأزرق وجعل الناس يتخيلون أشياء مختلفة يجب أن تحتوي النظرات في الأصل على شيء نشربه لكن النظر إلى السحابة موجودة فيها يجعلها مثل حلوى القطن إنه عمل فريد ومصير للاهتمام أنت أيضا دعا خيالك يتخيل وينطلق بحرية الآن ابحث عن شيء غريب حول هذا العمل مرة أخرى للوهلة الأولى يبدو أنها تعبر بقوة عن غروب الشمس لكن ماذا تراه على جانب الشمس؟ يمينها يوجد قشر البيض بدون قشر البيض يبدو كأنها منظر طبيعي وواقعي جدا لكن قشر البيض ظهر على جانب الشمس بطريقة غريبة لهذا يبدو فجأة وكأن صفار البيض ني ما رأيك أنت؟ إذا كنت رساما فما هو نوع الشيء الذي غير معتاد الذي يمكنك أن ترسمه بدلا من قشرة البيض تخيل أنك رسام وحاول رسم قطعة فنية ممتعة في رأسك خلفية هذا العمل هي أيضا سماء عادية لكن ما الذي يطفو في السماء؟ الأشجار مكانها في الأرض ولكنها تطفو في السماء مع اقتلاع جزورها يبدو الأمر مشابه إلى حد ما مع الرسم في سقوط الأشخاص من السماء إذا كنت أنت ما الذي تريد أن ترسمه بدلا من الأشجار؟ استخدم خيلتك هذه صورة واحدة لكن ألا تبدو واسعة جدا؟ والسبب هو أنه يعبر عن شيء من المناظر القريبة إلى المناظر البعيدة مقارنة بالأعمال التي رأيناها حتى الآن هناك العديد من الأشياء المرسومة لذلك نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة عليها ببطء أول شيء تراه هو أن هناك شجرة كبيرة في المنتصف ومنازل فوقها أعتقد أن هناك قرية بالفعل تحت العمود الخشبي لكن يتم التعبير عنها كما لو كانت هناك قرية في عالم آخر فوق العمود الخشبي إنه مشهد غامض وجميل للغاية بالنظر إلى القرويون وهم يعزفون على آلاتهم أمامهم هل كانت هناك وليمة كبيرة في القرية؟ يجب أن تتخيل أيضا أشياء مختلفة أثناء تقديرك لعمل فني ما ماذا عن هذا العمل الفني؟ برأيك ما الذي يبرز أكثر في هذه اللوحة؟ أعتقد أن أول ما يلفت انتباهي هو المبنى الرائع في المنتصف والأشياء التي تبدو مثل بالونات الهواء الساخن التي تتطاير حولها لكن إذا نظرت عن كسب يمكنك أن تجد عناصر مسيرة للاهتمام الحقيقة هي أنه ليست كل الأشكال الدائرية ذات اللون الأخضر أو الأصفر في المقدمة ليست بالونات هواء ساخن لكن الأشجار تنمو من العشب كانت الأعمدة الخشبية رفيعة لذا لم أستطع الرؤية بشكل صحيح أو صحي إذا كانت تبدو شجرة حقيقية أعتقد أنها كانت ستبدو مثل لوحة عادية أعتقد أن حقيقة أن شكل الأشجار تم تغييره بهذه الطريقة لإعطاء الانطباع بأن بالونات الهواء الساخن تطفو في السماء جعلت العمل أكثر تشويقا وغموضا هل تلقي نظرة على هاتين اللوحتين؟ إنهم غير واقعيين أليس كذلك؟ في الصورة على اليسار مظلة بدلا من قارب يطفو على البحر وداخل المظلة قرية صغيرة تنمو الأشجار في داخلها من المسير للاهتمام أن تكون المظلة التي هي في الواقع أصغر من الإنسان أكبر بكثير وضخمة بما يكفي لأن تحتوي قرية كبيرة إذا نظرت إلى الصورة على يمين هناك قشر بيض منقسم وداخل القشرة يوجد بحيط في الأسفل وسحابة في الأعلى تبحر السفن في مكان ما في البحر وتطير الطيور الصغيرة بحرية في المسافات على وجه الخصوص يبدو أن عصفورين كبيرين في المنتصف يجعلان العمل أكثر جمالا ويتم التعبير عنها أيضا في عكس الحجم الفعلي كيف يمكن أن تكون السماء والبحر اللاله النهائي الصغر من البيض لا معنى له أليس كذلك؟ مع ذلك يمكن التعبير عن أي خيال من خلال الرسم مثل هذا ما هو أول شيء تراه في هذا العمل الفني؟ أول ما لفت نظري هو الحجارة المكسية بشكل خطير والبيت المبني عليها والشجرة المجاورة لها ليس من المنطقي أن يكون حجم الحجر الصغير أكبر من منزل وشجرة وليس من المنطقي أن تتراكم الحجارة بهذا الشكل أليس كذلك؟ ما ارتفاع الحجارة المكسات إذا اكتشفت أنها ليس بالأرض السفلة إنها السماء يمكنك التخمين هل يمكنك تخيل ارتفاعها تحت السماء؟ إذا كانت مجرد أرضية في جزء السفلي من اللوحة فلا أعتقد أنها كانت ستعطيها هذا الشعور الغامن إذا نظرت إلى هذا العمل الفني فإنها يبدو كأنه منظر طبيعي للبحر لكن مع ظهور قطعة القماش البيضاء في المنتصف أصبح منظرا غير واقعي للغاية في الواقع أنها ليست قطعة قماشا بيضاء انظر بتماعا هل تستطيع أن ترى رجل يقف على الأرض؟ يمكنك أن ترى أن المصار الذي يقف فيه الرجل لا يتوقف عند الجرف ولكنه متصل بمستوى السماء في نهاية المصار يمكنك رؤية طائر أبيض يطيره في النهاية إن نظر إلى هذا الشخص الواقف أثناء النظر إلى مصار تراه متصل بالطائر يجعلني أفكر في أشياء مختلفة تخيل أنك تقف على هذا الطريق بماذا تعتقد وتشعر أنت؟ هذا أيضا ممتع جدا يوجد وجه بشري على اليسار وكمان على اليمين بدون ملامح الوجه كان من الممكن أن يكون منظرا طبيعيا للكمان في خلفية السماء لكنه أصبح لوحات فريدة وغامضة للغاية مع عدم وجود ملامح الوجه ما هو شعورك عندما ترى هذا العمل الفني؟ أعتقد أنني أتذكر آداء الكمان وهذا يجعلني أتخيل عقلا هادئا مثل هذا عندما أستمع إلى آداء الشخص أذن بشرية متصلة بشكل طبيعي بالآدات تجعلني أشعر بهذا الشعور وماذا عن هذا العمل الفني؟ تبدو كأنها قطعة فنية برسالة مهمة امرأة ترتدي ثوبا أذرقا سماويا تنظر إلى شيء ما في يوم غائم ما هو؟ إنها تبحث في ماذا؟ إنه منطاض هوائي ساخن يطفو في السماء لكنه لا يشبه المنطاض الهوائي العادي الذي أنت تفكر فيه لا يوجد فيها أناس وهي مغطاة بشيء مثل سياج حديدية هناك طيور تطير بداخلها عندما أرى الطيور تباع في الأقفاص فإن ذلك يحطم قلبي هذا يبدو مشابها الطيور حيوانات تم إنشاؤها لتطير بحرية أعتقد أنه من المحزن حقا أنها لا تستطيع العيش كما صنعها الله أتمنى أن يفتح باب ذلك القفاص لاحقا حتى تخرج جميع الطيور وتطير في السماء الواسعة ما هي الرسالة التي كانت هذا الفنان يحاول أن يوصلها إلينا ماذا قد يفكر في هذه المرأة إلى ماذا سوف تحن وهي تنظر إلى طيور في القفاص استخدم خيلتك وتخيل أخيرا وليس آخرا دعنا نلقي نظرة على هذا العمل الفني يبدو كأنها مشهد من قصة خيالية أول شيء ستلاحظه هو النافذة في المنتصف خارج النافذة يمكنك رؤية النجوم التي تطفو في سماء الليلة الجميلة والظهور تتساقط بدلا من النجوم المتساقطة بينما تنزل يمكنك أن ترى التغيير السلس الذي يحدث مع الونظر الطبيعي الشتوي توجد أشجار شتوية على كل الجانبين وفي منتصف الطريق أرى طفلا صغيرا وجد وهو يقف أيضا لكن الجد يحمل سلما يؤدي السلم إلى نافذة أعلى أستطيع أن أتخيل المنظر فتاة وحدها يحاولان الصعود إلى السلم ما المشهد الجديد الذي سأكتشفه إذا صعدوا إلى هناك إذا نظروا إلى الطابق العلوي وخرجوا من النافذة تخيل أن هذه اللوحة قد ظهرت في حياتك حاول أن تتسلق السلم ماذا تريد أن ترى هناك؟ حسنا حتى الآن تخيلنا أشياء مختلفة أثناء النظر إلى الأعمال الفنية السريالية منذ أن وصلت الشرح لا أعتقد أن هناك ما يكفي من الوقت لتتخيل ببطء لذا أوصيك بمشاهدة الفيديو في المحاضرة مرة أخرى بمفردك والاستمتاع به ببطء في المنزل ثم سترى أن هناك المزيد من الأحاسيس تخطر إلى مخيلتك بعد ذلك لنبدأ النشاط الآن نشاط اليوم بسيط للغاية قم بإنشاء عملك الفني السريالي مع الإشارة إلى الأعمال التي شاهدتها اليوم إذا كان من الصعب عليك إنشاء الأعمال الفنية بنفسك فيمكنك تقليد بعض الأجزاء الأعمال الفنية مع ذلك لا تجعلها تبدو متشابهة مئة بالمئة ولكن قم بوضع لمساتك الخاصة من عيس الشكل واللون أثناء تخيلك على سبيل المثال يمكنك رسم الخلفية بشكل مشابه لكن يمكنك التعبير عن الأشياء المرسومة بالداخل أنت بشكل مختلف إذا كان هذا لا يزال صعبا ففكر في التعبير عن النسبة في الاتجاه المعاكس يمكن أن يكون الأشياء الصغيرة كبيرة والكبيرة صغيرة أسهل طريقة لأن تجعل الأشياء تبدو غير واقعية استمتع بنشاطك سأنهي فصل اليوم أشكر الله على سماحي لنا بالحضور إلى الصف معا أتطلع إلى الفصل التالي شكرا جزيلا على مشاركتكم